بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد ازايك شباب و اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الديب لرنينج نكملين مع بعض في نيران ناتورك في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي نيران ناتورك بتشتغل و ازاي بندربها وفهمنا ازاي الداتا بتاعت بتمر من طبقة لطبقة و بتدقل من خلية لخلية وداتا بتعدل من خلية لخلية وعرفنا ان الستات اتبدلت او بقى في حاجة شبيهة ليه هنا اسمها ويتس او اسمها بس لضغير بقى اسمها ويتس تمام وعرفنا ان كل فيوتشر في الكل في فيوتشر عاني في الداتا بيتمثل في اه بيتحط في خلية من الامبوت لاير في الامبوت لاير في الامبوت لاير فهمنا الموضوع دي كلها وقالنا ان الشبكة بتاعت بتتدرب عليها مرحلتين مرحلة اسمها الفيد فورورد بروباجيشن وهي المرحلة اللي بتبدأ اللي فيها الشبكة بتاعدي بتتوقع الاوتبوت يعني ممشي ممشي في الاتجاه ده كده الداتا بتخش هنا من الامبوت لاير بتخش او بتتنقل من طبقة لطبقة كل الطبقة بتبدأ تتوقع نواتج وفي الاخر خارج بتنتقل للاوتبوت لاير وبيتوقع لقيمة وفي ديك كومة المتوقعة يعني بدل الشبكة تطلعتها ده في الفيد فورورد بروباجيشن طبعا كلها تعمل معادلات حنشوفها الوقتي والخطوة التانية او المرحلة التانية من تدريب الشبكة ان انا بشوف ان القيمة للشبكة بتاعتها وقالنها بالقيمة الحقيقية وابدأ اشتق وعمل معادلات معينة علشان اعدل في قيم الويتس الويتس بتاعتي علشان تبدأ تتوقع علي بعد كده صح اعدل يعني في قيم الويتس وانا انا عليه ابقى ارجع اعمل فيد فورورد تانية الخطوة الاولى لها تلات توقع من اول مقالل هي بتتوقع ده او اللي تبقى نمشي فيها بالاتجاه ده كده ده هي فيد فورورد بروباجيشن والخطوة اللي انا ببدأ اشكار الناتج المتوقع بالناتج الحقيقي وببدأ اعدل في قيم الويتس دي الخطوة او مرحلة تسمها الباك بروباجيشن طبعا بعمل فيد وبعمل بعد كده بعمل فيد فورورد بروباجيشن بعد كده برجع اعيد اعمل فيد فورورد تاني بس بقيم الويتس اللي متعدلة بعد كده برجع اعمل باك تاني عكده فيد تاني وياكده باك تاني وهكزا طبعا احنا شرحنا هنا الجزء ادي في الفيديو الفات يقلنا اني عندي هنا المعادلات هيا المكتوب الاسويت ديت المعادلات بتاعة الفيد فورد بروباجيشن والمعادلات مكتوب اللي احمر ديت المعادلات بتاعة الـPack هنبدأ بإذن الله في الفيديو دوا نصرح المعادلات بتاعة الفيد فورد بروباجيشن تمام? تمام. قلنا ان انا عندي اول حاجة الامبوت لير. تمام? الامبوت لير ديت اا او الخلايا في الامبوت لير او الخلايا عمتلا عشان اداتنا منها الخلايا اللي في الطبقة اللي بعدها. بدخل بتاعتي او الامبوت بتاعتي اللي هي مثلا الاكس هنا هي. تدخل على الخلايا دي. تمام? فا اا هحتاج معاها ويتس. هحتاج لها معامل تتضرب فيها عشان تتوقع لي قيمة. فهنا هي لها ويت. والخلايا التانية لما جات برضو عملت امبوت في الخلايا الاولى في الطبقة التانية برضو كان لها ويت. اذا فانا هنا عندي فاش ندخل دات الخلايا ديات عن كده عندي اتنين اكس واتنين ويت. وهكزا برضو هنا هيبقى عندي اتنين اكس واتنين ويت. وهنا برضو هيبقى عندي اتنين اكس واتنين ويت. تمام? تمام. طب هنا. هنا هيبقى عندي 3x و 3x كل ده يعني الكلام شفنا بلي كده طيب تعال نبدأ نشرح المعادلات بقى بتاعتنا المعادلات بتاعت الفيد فورورد بروباكيشن اول حاجة اول معادلة عندي او الفيد فورورد بروباكيشن بيتم عن طريق مرحلتين اول مرحلة انا بجيب حاجة اسمها الزي او اول معادلة معادلة الزي معادلة الزي هنقول هكده ايه المعادلة واكيانا نشرحها جزء جزء معادلة الزي او عشان هيجيب قيمة الزي هنطبع ايه هو الزي اصلا المعادلة بتاعتها هي محافبة انا عايز اجيب كونة لزي بتاعة الخلية ديت فانا بداخل لها ايه دخل لها دخل لها خلية ودخل لها داخل لها وبضران او ب بعد هنا لدي دخل لها ما دخل لها دخل لها سواق وديه Nahe دخل facilitائي وعندي كم z وعندي كم weight وعندي ادي واحد اللي طلع لها مع ال x دوت وعندي التاني اللي طلع لها مع ال x دوت بس انف ان عندي هنا 2x و 2 weight فالW هنا هي اختصاراً للweight بس هنا مش اصده weight واحدة مش اصده مثلاً اني الweight ديت بس الweight بتاعت ال x1 بس لا هو اصده الweights كلها يعني انا بالاخر كده انا بعمل matrix بعمل matrix بحط فيها كل الweights اللي عندي كل الاوزان اللي عندي اللي دخلها اللي هتدخل للخلية دي اعتبرنا ان انا اشغل على خلية دي بجيب كل الweights اللي دخلها وبحطهم مع بعض وكذلك الاكسات الاكس هي المحصول بها الاجمالي الاكسات اللي دخل لها فانا بس هنا ندخل ل 2x ال x1 و x2 فانا نحاول matrix فيها قيمة x1 و x2 اللي دخلين للخلية دي فالW هنا اختصارا لي هي مقصود بها كل الweights اللي دخلها لخلية والاكس هنا هي كل الاكسات او كل الامبوتس اللي دخلها لخلية دي و وو gatila يعني واضح ان او ال biass مش رحنا ايه و بيمثلي او هود شبكان شبيه ان ايه يعني في machine learning طيب كدة عرفنا عن ال w و عرفنا ال x يعني هو هنا بيقول ال W في ال X اه بس في حاجة هي الت داية الت هي اختصارا للترانسبوز فانا باقول دابليو ترانسبوز في اكس مش دابليو في ال اكس اتقول لا دابليو ترانسبوز في ال اكس او احنا لانها عملنا ترانسبوز او انتش عارفين ايه ترانسبوز اكس اصلا احنا شرحناها عام التفصيل موضوع الترانسبوز دوت في فيديوهات الرياضة على القناة بس برضو ممكن نتكلم عليها بشكل سريع الترانسبوز ديت هي بتشعله بالماتريكس يعني انا مسلا عندي ماتريكس فيها ماتريكس مسلا ابعدها ثلاثة في اربع في ثلاثة في اتنين مسلا ثلاثة صفوف عمدين لما بعمل الماتريكس ديت ترانسبوز بتتعكس يعني اوازل ما تراته في اتنين لا هتبقى اتنين في ثلاثة تمام فالترانسبوز هي بتعكس للماتريكس بتخلي الصفوف اعمدة والعمدة صفوف ده باختصار يعني طيب احنا هنا عملنا ترانسبوز للو ودربناها في اكس فالمعادلة بتتقال دابلو ترانسبوز في اكس بلس بي طيب احنا ليه عملنا ترانسبوز اصلا يعني ليه عملنا ترانسبوز للو او للويتس الناس اللي فاهمة في ضرب الماتريكس او في المعادلات الناس اللي فاهمة في الماتريكس وعملات الضرب في الماتريكس هتفهم ليه احنا ليه عملنا ليه عملنا ترانسبوز للويتس طيب كده نكتبه نفس الاول معادلة ونخش في المثال الزي بتساوي طيب احنا بتتبه الموس فهتدر خطس باله الزي بتساوي دابلو ترانسبوز في اكس بلس بي طيب طيب صعبة من هنا تعالوا مسلا هنا عايزين نعرف يعني هي والي عملناها ترانسبوز بتاع ما Animationة المعادلة قلنا معادلة المعادلة W ترانسبوز في اكس فتعالوا نرى أنا عندي كم W هنا عندي 2W إذا انا هيبقى عندي مصفوفه فيها 2W حتما هيبقى عندي مصفوفه هيبقى عندي مصفوفه فيها 2W إذن فالW بتاعتها تبقى مصفوفة عبارة عبارة عمصفوفة اتنين في واحد دي كده ايه دي الW كده الW بس منجرها ترانسبوس تابقوا الX مصفوفة الX ما قلنا ان هي بيبقى هنا هيبقى ضربه مصفوفات هم هيتخزنه اصلا كمصفوفات طيب الX هي ماتريكس هي ايه او ماتريكس هيبعدها ايه الX عندي اتنين X إذا فانا برضو هيبقى عندي فإذا فبرضو متريكس الX هتبقى عبارة عن اتنين في واحد هل ينفع اضرب الماتريكس دول الاتنين متريكس دول في بعض ومفوض هنا في الموادل عشان اجيب الزين اضربهم في بعض الاول بقى كده اجمع عليهم الB طب هل الاتنين متريكس دول ينفع اضربهم في بعض الناس اللي فهمه في المصفوفات هيعرفوا ان احنا ما ينفعش نضربهم في بعض ليه لان عشان اضرب 2 متريكس في بعض عشان اضرب 2 متريكس في بعض لازم يكون عدد الاعمدة في الماتريكس الاولى هو هو نفس عدد الصفوف في الماتريكس التانية يعني لازم عشان اضرب دي في دي لازم يكون الرقم اللي هنا هو هو الرقم اللي هنا عدد الاعمدة في الماتريكس الاولى لازم نعرف سعادة صفوف الماتريكس الثانية تب هل ده بينطبق هنا؟ لا ده هنا دي 2 في واحد ودي 2 في واحد اذا فانا محتاج اعمل ترانسبوز لحاجة فيه فانا هعمل ساعة هنا ترانسبوز للدابليو او للماتريكس تاعت الويتس فماتريكس الويتس هتبقى بدل ما هي 2 في واحد هعملها ترانسبوز هتبقى الدابليو ترانسبوز هتساوي مشان هي 2 في واحد هعملها ترانسبوز هتبقى 1 في 2 ساعتها كده ممكن يتضربوا ليه؟ لان هتبقى 1 في 2 ماتريكس 1 في 2 هتتضرب في ماتريكس 2 في 1 اللي هي الاكس لما هاجه اضرب ده هيروح مع ده اذا فهينتج لماتريكس جديدة هينتج الناتج الدرب بتاع الدابليو ترانسبوز في الاكس هعمل الماتريكس او هتبقى فيكتور بقى المفروض عبارة عن 1 في 1 فكده انا هينفع اضرب ال 2 الاتنين ماتريكس 2 في بعض فعشان اضرب الاتنين ماتريكس 2 في بعض لازم اعمل ترانسبوز ل الطاقة اليه اتضرب الاتنين ماتريكس 3 في و حسنا في الاكس ماتريكس 2 في الاكس للاسيا في ال دابليو طب حالو試 عملت الام ترانسبوز ودحبتها في الاكس بعمل ايه؟ بجمع عليها بقى قيمة البي اللي هي قيمة البايس اللي هو ده او اللي هو ده او اللي هو ده او اللي هو ده لو انا هطلع على خلايا دي او لو انا عايزة اجيب ناتج ده اده تمام؟ تمام؟ هل كده خلاص؟ انا كده عملت فيد فورورد بروبوكيشن؟ لا انت كده عملت الخطوة الاولى هتبصوا هنا هبكتب لك ايه؟ زي وايه احنا عملنا نصر عملنا الخطوة الاولى فاضل بقى ان احنا جبنا لزي عملنا الخطوة الاولى فاضل الخطوة التانية وننجيب الايه الايه هي اختصاراً لي الايه هي اختصاراً ليه Activation Function الاكتيفاشن محتاجة قيمة الاكتيفاشن تب قيمت الاكتيفاشن دي بجيبها ازاي؟ قيمة الاكتيفاشن بجيبها عند الطريق انا بحطَ الزي قيمة الزي اللي انا جبتها اللي هي كالـ W transposex بلوس بي بدخلها جوه حاجات اسمها اكتيفاشن فانكشن الحقيقة انا عندي اكتر من aكتيفاشن فانكشن يعني الاكتيفاشن فانكشن دي هي مش فانكشن بنا عندي انواع كتير منها. عندي انواع كتير من الاكتيفيشن فونكشن. بس احنا 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 اشتغلنا قبل كده على نوع من واحدة او نوع من انواع الاكتيفيشن فونكشن كانت السيجمويد لو فاكرين اشتغلنا عليها في الكلاسفيكيشن. فاكرين معادلة السيجمويد احنا 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 ا فاكرين معادلة السجمويد ايه احنا هيقلق السجمويد date ايه معادلة السجمويد فونكشن دي تعتبر من ضمن ال اكتيفاشن فونكشن اللي موجودة عندي انا عندي اكتر من النوع و هنشوفهم ان شاء الله في الفيديو الجاي ودي حتى هي رسمة السجمويد لو فاكرينها اللي هي بتبقى من 0 الواحد اللي هي عبرها عن منحنة من 0 الواحد ودي المعادلة بتاعتها هي معادلة السجمويد اذا فانا محتاج ادخل الفيديو ج다 فانا محتاج علشان ابددر يجب القيمة الانية انا اجبت خلاص اجبت الزي محتاج اجبتن اكتيفاشن فونكشن الاكتيفاشن فونكشن هي هتبقى قيمة ساعتها يعني لما اجب ال اكتيفاشن فونكشن انا كده هابقى جبت قيمة الخلية دي و اس mosque انا كده خلصت من خلية دي هابدا ايشوف الخلية اللي بعدها وهكذا ايجبud ايه? اول حاجة طبعا بجيبها هي الزي. ما عارفنا طبعا زي نجيب الزي اللي هي ايه? W transpose في اكس بلس بي. طيب خلاص احنا كده جيبنا الزي. بعمل ايه بقى? بدخل الزي في المعادلة هنا. بقول بدخلها جوه السيجمويد. فهتبقى الاكتيفيشن فونكشن هي. 1 بلس 1. 1 اوبر 1 بلس اا اكس بونينشل ماينس زي. فبعد ما هجيب قيمة الزي هاخطها هنا ايه. على في المينس في الاكس بونينشل هنا. وهتدي نسعتها قيمة الاكتيفيشن. قيمة الاكتيفيشن. قيمة الاكتيفيشن هي ده تسعتها تبقى قيمة الخلية بتاعتي. يبقى اول حاجة عاش في الفيد فورورد بلوكيشن. اول حاجة بعملها انت بقيمة الزي وهدي هو هكتبها لك او في المعادلة. قيمة الزي. طب بعد ما يجيب قيمة الزي. بدخل دي جوه اكتيفيشن فونكشن. ده علامة السيجمويد. هيا مش شرط الاكتيفيشن فونكشن تكون سيجمويد. عندي حاجات كتير. عند التانش عند الريليو عند الليكي ريليو. عندي حاجات كتير جدا. بس هنفترض يعني ايه عشان احنا ماخدناش حاجة حد لقائنا غير السيجمويد فهنفترض انها السيجمويد. يبقى كده بجبنا كده عملنا بس عملنا خلايا واحدة بس. عن طريق ان احنا جبنا الزي. بعد ما جبنا الزي جبنا منها جبنا دخلناها جوه اكتيفيشن فانكشن فتعلى ينها كلمة الاكتيفيشن فقيمة الاكتيفيشن داهت تبقى هي قيمة متوقعة صام ان ده في خلايا واحدة بس يعني هنا باجي معل المعادلات ديت وبجيب قيمة ال زي وبعد يدخلها اكتيفيشن فخمشن فتطلع لي هنا قيمة وهنا كمان بدخل المعادلات ال اتن اكس والاتن والتس بتوع Psalmiction خليت الخلايا ديت تمام ببقام عليهم معادلات فتطلع ذي وبعد كده بعمل الحلقة لها قيمة. وهنا برضو نفس الكلام بقى بجيب لها خلية ذي وبعد كده بجيب لها فطلع لي فتبقى غير دي قمتها. كل دول فقيمة الها طلعها من هنا وقيمة الها طلعها من هنا ومن هنا ومن هنا حيبقوا هما بتوع الخلية ديت يعني مش هي هي هما بتوع الخلية دية والخلية دية والخلية دية توقع للطبقة اللي بعدها صح? الاكيمة هي القيم الاكتيفيشن فانكشن اللي هنطلع اعطاها هنا هي هتبقى قيم الامبوت لللاير اللي بعدها. يعني ايه? تعالوا نشوف شبكة تانية. يعني انا عندي امبوت عندي امبوت اا امبوت لاير. اكس وان اكس تو اكس زي اكس فور. بجيب منهم الزي علشان اقدر اجيب مسلا الزي هنا وبعد كده اقدر اجيب الاكتيفيشن بتاعتها من هنا. تمام باطeremos معدته بجيب كومت الاختيفيشن الخلية دي. وبعد كده أنا بيجيب كومت الاختيفيشن بتاعت الخلية دي.구ها كزا. على بقي الخلية. على كل الخلية بتاعت.Showي مشوечة القيم l-activation بتاعتهم. خلص قيمة الاختيفيشن ديت هنا بقت هية الامبوت هتبقى هية الامبوت للطبقة اللي بعد دية.شبه اهم هين كانت ال اكس wolltenت هية الامبوت للطبقة دي. قيم الاكتيفيشن san هية هتبقى القيم هlin هتبقى الامبوت للطبقة دي و القيم الاكتافيشنت hiring اليم بوت للطبقة دي فاهمين الاوز least seeing this coefficient?怜 هتبقى الامبوت للطبقة دي فاهمين استلم القيم دي faster con pae يعني حاولتها تشريع بسطارك على قد ما قدر موضوع الفيد فورورد برباكيشن طبعا اخر قيمة خالص يعني القيمة بقى الاكتيفيشن انها هاجب لها ال Z ديت اخر اللي هي ال Input Layer ديت ال C دي اللي فيها والخليل اللي فيها هاجب لها ال Z و هنا هاجب لها ال Activision Function والقيمة اللي هتطلع هنا في الخليل الاخيرة ديت او في ال Output Layer ديت هي ديت هتبقى ال Y hat بتاعتي هي دي هتبقى القيمة المتوقعة بتاعتي هي دي هتكون القيمة اللي الشبكة بتاعتي توقعت هالي هي القيمة النهاية تمام 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 بس كده دا كان موضوعا بالبساطة اتمنى اللي مش عارف الثيجمويد يذاكر الثيجمويد لان اصلا مافروض كنت عارفها من ال Machine Learning من classification اللي هي كنت بستخدمها من classification اتمنى ان يكون شرحه واضح يعني وكون فهمت قصنا. شكرا لكم وشوفكم بازن الله في الفيديو الجاي اللي هنشوف في كزا نوع من انواع او المعادلات الخاصة بالاكتيفيشن. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.